اهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم وفيها تقرير جديد للجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا وهجمات تعرضت لها القوات الأمريكية في حق العمر النفطي وأخيرا تمديد اتفاقية الحبوب في أوكرانيا تقرير جديد للجنة التحقيق الدولية ولا جديد فيه إلا أنه تناول المشهد في حيادك وذكر بحجم الانتهاكات المتواصلة في سوريا ووضع الإصبع مجددا على جراء ما عد ارتكبت معظمها على يد نظام الأسد ثم القوى الفاعلة من جميع الأطراف وسط تواطئ من المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه التحديد وهو ما جعل سوريين بحسب التقرير يشعرون بالخذلان وربما أكثر من الخذلان أيضا عندما يسعى العالم بكامله للتطبيع مع القاتل بدلا من محاسبته على جرائم لا يبدو أن تقرير اللجنة تسعى إلا لذكر اليسير منها في محورنا الثاني مشاهدين ما تزال سوريا ساحة لتصفية الحسابات والمناكفات بين الدول وفي صراع ضبابي المشهد طرفاه إيران وإسرائيل وحليفها الأمريكي وما بين رد وصد تتواصل الهجمات بين الفينة والأخرى وتحتقن ساحة المواجهة ليصبح التنبؤ بنهاية حرب لا تعني السوريين في شيء معسرة وسط حراك إيراني خفيا متواصل والدعاء أمريكيا إسرائيلي بعدم السماح بتحول سوريا إلى مرتع للميليشيات يدفع السوريون الثمن الأكبر ويصبح الحديث عن حل النهائي عرضة لغارة من تل أبيب ومحاولة ردان من طهران في محورنا الأخير مشاهدين تعلن روسيا موافقة على تمديد اتفاق نقل الحبوب من الموانئ الإيرانية وذلك خيار يبدو أنه أشار إلى أفلاس موسكو من فكرة قنق العالم وتجويعه لا سيما بعد أن سقطت رواية موت أوروبا بردا بعد قطع الغاز الروسي وتجديد الاتفاق قد يعني تنازل روسيا آخر لواقع لم يعد بالمقدور تجاهله ولا سيما أن نهاية الحرب لا تبدو قريبا حملت لجنة التحقيق الدولية المختصة بشأن السوري كل من الأمم المتحدة ونظام الأسد وجهات أخرى مسؤولية التأخر في إصال المساعدات الطريقة إلى السوريين بعد الزلزال المدمر جاء ذلك في بيان لرئيس اللجنة باولو بنيرو حيث أضاف بأن الجهات المذكورة أخفقت في التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية والسماح بعبر المساعدات المنقذة للحياة من خلال أي طريق ممكن ما جعل السوريين يشعرون بالخذان والإهمال ممن يفترض منهم حمايتهم في أحلك الأوقات بحسب وصفه وأضاف بيانيرو بأن كل من الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني كذلك هيئة تحرير الشام أعاق وصول المساعدات عبر خطوط التماس إلى المتضررين في شمال غربي البلاد كما أشار بيان اللجنة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تواصل احتجاز 56 ألف شخص بشكل غير قانوني معظمهم من النساء والأطفال في عدة مخيمات مضيفا بأن تعامل قسد مع هؤلاء المحتجزين يرقى إلى جريمة حرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حول هذا الموضوع معنا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة فضل عبدالغني كما ينضم إلينا من غازي عنتاب البحث في مركز الشرق للدراسات سعد الشارع مساء الخير لكم أستاذ فضل عبدالغني ربما أبدأ مع حضرتك ما أبرز ما لفت إليه التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا يعني هذا بالحقيقة أول تقرير اللجنة بتحكي فيه بشكل موسع نوعا ما عن انتهاكات القوات الروسية وهذا اللي كنا عم نطالب فيه من سنوات لجنة التحقيق أستاذ همان بالتقارير السابقة كانت طبعا هو هذا التقرير من نص يعني من تموز 2012 أو 2022 لنهاية الـ 31 كانون الأول 2022 هلأ هو كانت قبل أشارة مرة أو مرتين فقط لروسيا وتهمتهم بجرائم حرب قبل هيك كان فيه يعني تقول القوات الموالية للحكومة السورية نحن كان عندنا اعتراض دائم يعني بتسميت المرتكب الانتهاك هذا كان يعني بالحقيقة أنا بعتبره مؤشر جيد ويعني أنه المناصرة أتت أكلها وكان فيه فقرة يعني موسع عن انتهاك الروسيا وتهمتها بارتكاب بثلاثة أو أربع حوادث بارتكاب جرائم حرب وهذا كان بالحقيقة إنجاز جيد وملفت للانتباه وهو حقيقة مستحق يعني هاي الانتهاكات اللي كانت روسيا عم تعملها بالمرات الماضية يعني هي موجودة مش نحن عم نتبلع على روسيا الأمر الآخر اللي أيضا بالتقرير هو اللي اتهام النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عدة أنماط من الانتهاكات وهو الوحيد النظام يعني هو صحيح التقرير بيحكي عن كل أطراف النساء لكن ما حدا بيوصل لجرائم ضد إنسانية إلا النظام اللي هي ممنهجة أيضا واسعة النطاق وحكى عن بقية الأطراف بجرائم حرب أيضا لافت للانتباه أستاذ همام أنه التقرير هو ما جاب سيرة الزلزال أبدا لأنه ما بيغطي هاي الفترة لكن لاحظنا أنه تلت البيان الصحفي اللي طالع عن التقرير هو يحكى عن الزلزال وحكى عن أنه لازم ينفتح تحقيق ليش المساعدات تأخرت وأيضا هذا كان لافت للانتباه لأنه هذا عم يجي من جهة أممية عم يطالب جهات أخرى عم يطالب جهات أخرى بالأمم المتحدة وخارج الأمم المتحدة أنه هي تفتح تحقيقات لأنه أيضا هذا الأمر نحن طالبنا فيه من التقرير الأول للاستجابة للزلزال اللي طالع بـ 15 وقت أنه لازم يكون فيه تحقيقين تحقيق داخلي تقوم فيه الأمم المتحدة وتحقيق تقوم فيه مؤسسات خارج الأمم المتحدة مؤسسات دولية أو منظمات سورية محلية سأعود لك عند هذه النقطة للحديث كيف أكد التقرير المؤكد حول أن كيف كل الأطراف على الأرض الأطراف المحلية على الأرض عرقلت أو منعت وصول المساعدات بدأ من الحكومة السورية المؤقتة وليس نهاية بنظام الأسد ولكن قبل ذلك هناك أبعاد سياسية للتقرير سعد الشارع مساء الخير مجددا سياسيا ماذا يخبرنا التقرير حينما يتحدث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا بشكل عام وتحديدا في مناطق النظام عندما يتحدث عن استمرار العدمات استمرار الاختفاء القصي والتعذيب وحالة الخطف والابتزاز التي تمارسها قوات النظام يعني يوضح التقرير بصورة أو أخرى أن ملف حقوق الإنسان والتعديات حقيقة على الملف الإنساني في سوريا هي جزء أساسي من حالة المشهد الأمني في عموم سوريا خاصة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري وتحديدا هنا مناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية التي تقريبا لا وجود أو لا ظهور كبير للنظام السوري في هذه المناطق وأيضا المناطق التي تمتلك فيها روسيا نفوذ جدا كبير وشيرها بشكل رغم أن التقرير لم يذكر ذلك لكن ربما هو المقصود هي مناطق البادية السورية التي باتت الانتهاكات بشكل جدا كبير خاصة من المجموعات العسكرية المدعومة التي استقدمتها روسيا من الجنوب السوري ووضعتها في منطقة البادية يوضح تقريبا هذا التقرير أن الانتهاكات جدا كبيرة في سوريا هي جزء تقريبا من المشهد الأمني الدموي الذي تعيشه تقريبا معظم الجغرافية السورية نقطة أخرى وأعتقد من هنا أهمية هذا التقرير أنه أشار أو طالب بصورة أو أخرى لإجراء عملية تحقيق خاصة في موضوع إيصال المساعدات إلى مناطق سوريا إلى مناطق الشمال الغربي من سوريا عقب الزلزال الذي عصف وضرب في هذه المنطقية. يعني تقاعص الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن إيصال المساعدات بصورة صحيحة وبصورة مستعجلة هذا هو كان المطلب الأساسي. رغم أن المجتمع الدولي عندما أراد في مواضع جغرافية أخرى إيصال المساعدات أو صلى حتى عن طريق إلقاء شحن من الطائرات على بعض هذه المناطق. لذلك يبدو أن هناك حالة تمييز من قبل الأمم المتحدة أو من جميع تقريبا المجتمع الدولي. عندما تكون نوعية الشعب هي محببة لهذا المجتمع الدولي. فتتضافر هنا الجهود لإيصال هذه المساعدات. لكن والأسف حال الشعب السوري خاصة في الشمال الغربي من سوريا. رغم حقيقة قيام بعض الدول وبعض الجهات بإيصال هذه المساعدات. لكن كان هناك تقاعص واضح من قبل الأمم المتحدة. تأخر حتى وصول المساعدات أو تأخر وصول بعض المساعدات التي كانت مطلوبة. أشار الدفاع المدني الخوذ البيضاء إلى عدم وجود بعض المعدات التي كانوا يحتاجونها لرفع هذه الأنقاض. معدات هندسية معينة. لا غير موجودة في الشمال السوري. وربما حتى هذا الوقت. والأسف أنه لم تصل هذه المعدات المطلوبة. أنه لا قدر الله إذا ما تعرضت هذه المنطقة لأي مأساة جديدة سوف يكون الوضع هنا مأساوي. حتى هذا الوقت. حتى هذه الساعة. رغم ما قدم لمنطقة الشمال السوري. لكن حقيقة الجهود لا توازي حجم المأساة. حتى هذا الوقت ما زال هناك مخيمات الإيواء. ما زال حتى هذا الوقت تقريبا هناك حالة تشرد من قبل المدنيين. كون المنطقة التي ضربها الزلزال في الشمال السوري. أساسا هذه المنطقة وصل إليها عدد كبير من النازحين من معظم الجغرافية السورية. وبات حتى عدد النازحين يفوق بشكل جدا كبير أهالي هذه المنطقة. لذلك هو نزوح على نزوح مأساة تتلوها مأساة أخرى. فيجب أن تكون الأمم المتحدة بالدرجة الأولى هي حيادية في إيصال المساعدات والتعامل مع جميع الملفات بإنسانية دون أن يكون هناك أي تميز دعنا نفصل أكثر عند هذه النقطة. نعم لكي نفصلها أكثر. أستاذ فضل عبدالغاني. ما حجم المسؤولية التي ألقاها التقرير على عاتق الأمم المتحدة وعلى عاتق كل طرف من الأطراف المحلية على الأرض؟ يعني هو تحدث بالحقيقة بشكل عام. يعني أنه أهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأيضا سمى الأطراف. يعني حكا عن الكل. أنا أعتقد أنه هذا خطوة متقدمة. يعني بالرغم من أنه ممكن نلاقي نحن أنه هذا خطاب عام. لأنه نادر من أنه يصدر هذا الشيء بالحقيقة ضمن الأمم المتحدة. وبالمناسب الأمم المتحدة يعني أندر من نادر. يمكن حالات معدودة على الأصابع ليد الواحدة. أنه هي قامت بتحقيقات داخلية. أعتقد أنه هذا بشكل ضغط بالحقيقة. لأنه مثل ما ذكرت صادر عن هيئة هي هيئة التحقيق. يعني الأمم المتحدة هي مانا كتلة واحدة. هدول هن الأهم تقريبا بين الهيئات الأخرى. لأنه هدول محققين ومستقلين. ولما يطالبوا بهذا الشيء فأعتقد أنه هن عندهم معلومات يعني جيدة. وأنه فيه صار كان تأخير وتأخير هو نتج عن ربما اهمال. لأنه هذا التأخير أدى إلى وفيات. بمعنى أنه التسبب بالزلزال ماتوا بالزلزال وبسبب تأخر المساعدات. تأخر المساعدات زاد من الوفيات بدون أدنى شك وأيضا زاد من الإصابات. هلأ حكى كمان شغلة مهمة بأثناء عرض التقرير. بالمناسبة التقرير كمان يعني كنت بس بدي أحكي شغلة أفرد فقرة واسعة لموضوع اللاجئين والنازحين. بس هو حكى شغلة باولو رئيس اللجنة لما قال أنه نحن معقول عم نسجل يعني انتهاكات في المناطق اللي تعرضت لزلزال. وهون عم يشير إلى ما بعد التقرير. اللجنة هي الآن عم تحضر بالمناسبة لتقريرها القادم نحن عم ننسق مع اللجنة بمختلف التقارير فإذن هي ما توقفت لهذه المناطق وهون عم يشير لمين لقصف اللي عمله النظام السوري على المناطق اللي تعرضت للزلزال والتقرير رسالته بالحقيقة كان أيضا بالعادة أستاذ همام عسالة نشو اللي بميز كل التقارير السابقة هي كانت تصدر 17 أو 18 شهر. هذا التقرير هو صدر 13 وهي رسالة أو 13 نعم وهي رسالة اتعمدت اللجنة أيضا. أنه قبل ذكرى السورة اللي هي بتصادف 15 آزار. فكانت أيضا هاي رسالة أنه عم يؤونه وهي 12 سنة والانتهاكات في سوريا هي ما زالت مستمرة وما زال البعض منها هو الأعلى في العالم. التقرير عم يقول كمان أنه هدول اللي تعرضوا للزلزال بشمال غرب سوريا وبمناطق مختلفة أخرى هدول ما رجعوا لمناطق اللي عم يسيطر عليها النظام. بشكل أساسي. هون أفرد فقرة موسعة بالحقيقة. وعم يقول أنه هدول حكى عن انتهاكات بتعرضوا إلى لما بيرجعوا. والبعض عم يقول أنه رجع ولكن هو يعني دفع مبالغ طائلة وأيضا خضع لأوراق معقدة وما في آلية واضحة. لهيك هو شو قال بالنهاية؟ قال أنه العودة لمناطق اللي يسيطر عليها النظام هي ليست آمنة لا للنازحين ولا للنازحين. وأيضا قال أنه سوريا كلها هي غير آمنة. بشكل ضغط أيضا على الدول اللي عملت مارس تضييق على اللاجئين بهدف إجبارهم على العودة. وأشار بالحقيقة للي صار بلبنان. وهون ذكر أيضا التنسيق بين المخابرات اللبنانية والنظام السوري. قال أنه هذا هدف أنه يشكل ضغط على اللاجئين بلبنان ضربهم كمثال. هل سيكون لهذه النتائج سعد الشارع حينما يتحدث التقرير عن وضع اللاجئين وعن حالة حقوق الإنسان في سوريا وعن الخروقات المستمرة من قبل الأطراف. هل سيكون لهذه النتائج وقعا على الدول المهرولة للتطبيع أو لتعويم النظام السوري؟ لا أعتقد ذلك. يجب هنا الفصل بين الحالتين إن صح التعبير. الأولى هي قضية سياسية. بحثة تعمل الدول فيها إلى إيجاد مقاربة معينة مع نظام بشر. أو على أقل تقدير إيجاد مقاربة للملف السوري. بينما هذا التقرير ربما في حالته التراكمية. زيادة عدد هذه التقارير خاصة من أهميتها من لجنة التحقيق الخاصة الدولية. زيادة عدد هذه التقارير ونوعية هذه التقارير بالتأكيد تشكل ضغط سواء على مؤسسات الأمم المتحدة أو حتى على الدول لطريقة تعاطيها مع الملف الإنساني السوري. أما أن تكون هذه التقارير محفز أو دافع لهذه الدول. لا أعتقد ذلك. القضية هي من فصل هذه قضية سياسية ذات مقاربة سياسية. بحثة أو جزء منها يكون أحيانا أمني ذو لباس سياسي. أما القضية الثانية هي قضية إنسانية. وإن كان حقيقة التداخل بين الملفين جدا كبير حتى التعاطي مع الملف الإنساني أحيانا يكون على سياقات سياسية. لكن زيادة كمية هذه التقارير هي تشكل بمجملها ربما حالة معينة تقتنع بها الأمم المتحدة. أن هناك تقصير وأن هناك سوء في إدارة الملف الإنساني في عمومة جغرافية السورية. سنستنف النقاش معك الباحث في مركز الشرق للدراسات سعد الشارع. في محور آخر بعد فاصل قصير. ولكن قبل ذلك أشكر جزيل. أشكر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. فضل عبدالغني كان معنا من الدوحة. شكرا لك على المشاركة. مشاهدين الكرام ابقوا معنا بعد فاصل قصير.